أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء الذي ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه نبتدئ مجلسنا هذا بقول الله تبارك وتعالى وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوْ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَيْ يَسْتَخْبِرُونَكَ أَحَقٌّ هُوْ ما هو هذا فيه قولان لأهل العلم أحقٌّ هو أي المعادي والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام ترابا وهو البعث هذا هو القول الأول والقول الثاني أحقٌّ هو أي القرآن أي القرآن والصحيح هو القول الأول الأول لماذا؟ لأن سياق الآيات يتحدث عن هذا والصحيح هو الحديث عن البعث والنشور ثم قال الله سبحانه وتعالى قُلْ إِي وَرَبِّيْ إِنَّهُ لَحَقِّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ لأن الله عز وجل أمره إذا أرى شيئًا يقول له كُنْ وهذه الآية يا أخواني ليس لها نظيرٌ في القرآن إلا آيتان أخريان هذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان يأمرُ تعالى نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يُقسم به على من أنكر المعاد إذن الله عز وجل أمر نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يُقسم به على من أنكر المعاد في ثلاثة مواضع من القرآن الموضع الأول في سورة يونس وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ أي البعث قُلْ إِي وَرَبِّيْ إِنَّهُ لَحَقٌّ هذا الموضع الأول الموضع الثاني يا أخواني في سورة سبا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةَ قُلْ بَلَا وَرَبِّيْ لَتَأْتِينَكُمْ هذا القسم الثاني الموضع الثاني الذي أمر الله نبيَّه بالقسم على المعاد الموضع الثالث في سورة التغاب زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَا وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُونَ إذن كل هذه الآية الثلاثة فيها قسم هذا مما يدلك على أن القول الصحيح هنا أن حقٌ هو إيش؟ هو أن المراد به البعث إذن الله تبارك وتعالى أمر نبيَّه أن يُقْسِمَ به على المعاد في ثلاثة مواضع هي سورة هاي أخواني سورة يونس وسبا وسورة التغاب ثم قال الله عز وجل وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَلَتْ بِهِ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ نَفْسَهَا بأن فعلت بأن لم تفعل ما أُمرت به وفعلت ما نُهِيت عنه ما في الأرض من كنوج الأرض من زينتها لها نفس واحدة لها كل ثروات الأرض منذ أن خلقها إلى قيام الساعة لفتدت به من عذاب يوم القيامة إذن الله أمرنا بأقل من ذلك ليس كذلك أخواني الله أمرنا بأقل من ذلك أن نعبد الله وحده ولن نشك به شيئا إذا كان أخبرنا الله عز وجل وهو الصادق أن لو كان للنفس لنفس واحدة ما على الأرض من ثروات وكنوز منذ أن خلقها إلى قيام الساعة أُعطيت لشخص لكنه ظالم لنفسه يوم القيامة وقيل له تريد هذه الكنوز كلها في الدنيا أو تفتدي به من عذاب يوم القيامة لا افتدابه طيب أنت يا الإنسان الضعيف ماذا أنت في خضم الدنيا هذه كلها وكنوزها ما الذي حصلت عليه أنت أنت يا ابن آدم يا من خلقك الله أولاً عمرك قليل وما أعطاك الله من كنوز الأرض كذلك قليل هل تستحق إذن هذه الدنيا أن يُعصى الله فيها هاي أخواني لا تستحق ما زالت المواعظ تتلى ما زالت هذه السورة تقول عودوا إلى ربكم توبوا إلى الله تذكروا قوموا من نومتكم ثم قال العزيز وأسروا الندامة لما رأوا العذاب أسروا أسر هذه يقول العلماء أنها من الأضدات تأتي بمعنى أخفاء وبمعنى أظهراء فما معنى هنا أسر ندامة هل هي بمعنى أخفاء أو بمعنى أظهر قال الطبري هنا بمعنى أخفاء أي أخفى رؤساء هؤلاء الكفار الندامة عن سفلتهم ووضعتهم ووضعائهم يعني أسروا الندامة يعني كأنهم ما ندموا يعني إيش كأنهم أخفوا هذه الندامة أخفوا هذه الحسرة أخفوا هذا ما يعتري النفس مما ترى من مستقبلها هذا هو القول الأول وابن عطية استدرك على ابن جريل يقول إنه ليس خاصاً في الرؤساء بل إنهم أسروا كل من رأى العذاب سواء كان من الكبراء أو من الوضعاء القول الثاني أنها بمعنى أظهر أي أظهر الندامة لما رأوا العذاب يستعطفون بها ثم قال الله عز وجل وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِي أي بالحق وهم لا يظلمون فالله لا يظلم أحد يا ناس الله سبحانه وتعالى هل يا أخواني بعد هذا نذارة أو بشارة هل هناك طريق لم يذكره القرآن خاطب العقل وخاطب وضرب لك الأمثلة بالحسية وما حولك والعقلية والأدلة كلها من أجل ماذا هل لإنسان يا أخواني يقرأ هذه الآيات عذر أمام الله تبارك وتعالى إنها إقامة الحجة ثم قال الله سبحانه وتعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض إذن لا تظن أن هذا كلام مجرد كلام الله له ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق وأنه كائن فتعظوا قبل أن يكون لكم هذا المصير ولكن أكثرهم لا يعلمون لماذا قال أكثرهم ولم يقل ولكنهم لا يعلمون لأن الأغلب والأكثر هم الذين لكن هناك من يعلم أن وعد الله حق ويمتثل ولذلك أكثر من على الأرض هم من أهل الصلاح ولا أهل الضلال الضلال وإن تطع أكثر من في الأرض يظلك عن سبيل الله ولذلك قال ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت سبحانه يقر هذه القضية وأنها كائن البعض وإليه ترجعون ثم ابتدأ الله تبارك وتعالى لما قرر القرآن واستنكار المشركين له وطلبهم تغييره أو تبديله والتحذير من الإفتراء في هذه السورة قال يا أيها الناس خاذ خطاط خلاص بعد هذا التقرير يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم والموعظة هي القرآن الوعظ بالقرآن موعظة تسجركم عما حرم عليكم وتأمركم وتدلكم إلى الخيرات وشفاء لما في الصدور شفاء للأمراض الحسية والأمراض المعنوية شفاء من الشبه والشكوك وشفاء من العلل والأسقام كما قال الله عز وجل وننزِّي من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدًا وشفاء ثم قال الله عز وجل وهدًا ورحمة إذن القرآن يا أخواني موعظة وشفاء وهدًا ورحمة لكن هو موعظة لكل الناس لكنه هدًا ورحمة لمن ها للمؤمنين فقط هو القرآن يُعَظ به كل الناس لكن لا يكون هدًا ورحمة إلا من آمن وهدًا ورحمة أن يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اختلف السلف رحمه الله بالمراد بالفضل والرحمة هنا على عقوالٍ كثيرة فمنهم من قال الفضل هنا الإسلام أي قُلْ بإسلام بالإسلام وبالقرآن فليفرحوا والرحمة القرآن من العلماء أو من السلف رحمه الله من قالوا إن الفضل هنا الإسلام والرحمة القرآن ومن العلماء من قال العكس أن الفضل القرآن والرحمة الإسلام ومن العلماء من قال إن الفضل القرآن والرحمة أن جعلهم من أهله أيها أصوب أيها الأخوة كلها صحيحة وما ذكره المفسرون هنا من باب من باب التمثيل فقط من باب التمثيل وإلا فهذه الأقوال كلها صحيحة قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ أي من حُطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة طيح لو قال لنا قائل الله أمرنا بالفرح هنا ونهانا عن الفرح في موضعٍ آخر فقال لا تفرح إن الله لا يحبُّ الفرحين فما الجمع بين القولين أو بين الآيتين نعم أحسنت أحسنت إن الفرح المأمور به في هذه الآية هو فرحٌ مُقَيَّدٌ بالخير وهو محمود أما الفرح المنهي عنه في الآية لا تفرح إن الله لا يحبُّ الفرحين فهو الفرح المُطلَق أو الفرح المُقَيَّد بشرٍ وهو كله مذموم إذن الفرح إذا أُطلق أو قُيِّد بشرٍ فهو مذموم وإذا أقُيِّد بخيرٍ فهو ممدوح لكن ما هو الفرح؟ يقول العلماء رحمهم الله إن الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المُشتهى الفرح لذةٌ تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المُشتهى كما أن الحُزن عكسُ ذلك ثم قال الله سبحانه وتعالى قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا أنزل هنا بمعنى خلقاء أي خلق لكم من رزق كقوله تعالى وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَّةَ أَزْوَاجِ أي خلق وكما قال وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ أي خلق الحديد سبب نزول هذه الآية كما قال ابن عباسٍ ومجاهدٍ والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نزلت إنكارًا على المشركين فيما كانوا يُحرِّمون ويُحِلُّون من البحائر والسوائب والوصائل كقوله تعالى وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من أحرَّم ما أحلَّ الله أو أحلَّ ما حرَّم الله بمجرَّد الأهواء والآراء التي لا مُستند لها بل توعدهم على ذلك فقال وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أي ما ظنهم أن يصنع الله بهم يوم مرجعهم إلى أن قيامة سوف يعاقبهم لأن الحلال والحرام ليس لهم الحرام والحلال يا أخواني لله تبارك وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم فليس لأحدٍ أن يُحرِّم ما أحلَّ الله ولا أن يُحلَّ ما حرَّم الله ولهذا ينبغي للمُفتين وللمُتكلمين ولمن يتسارعون بقولهم هذا حلالٌ وهذا حرام بمُجرَّد أهوائهم بلا دليلٍ يستنيدون عليه ما ظنُّ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ما ظنُّ هؤلاء كيف يصنعوا بهم عينما فعلوا ما لم يُؤمروا به حينما أخذوا حقًا ليس لهم فالتحليل والتحريم أمران شرعيان لا ينبغي أن يتكلم الإنسان بهما إلا بدليل ولا تقول لما تصف ألسنتهم الكذب هذا حلالٌ وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يُفلِحون ثم قال الله عز وجل إن الله لذو فضلٍ على الناس فيها قولان لأهل التفسير ما معنى ذو فضلٍ على الناس قال ابن جريرٍ ذو فضلٍ عليهم في تركهم وعجلتهم بالعقوبة حينما فعلوا هذا وحرَّموا وحلَّلوا وقال ابن كثير يُحتمل أن يكون ذو فضلٍ على الناس فيما أباحَ لهم مما خلقَه من المنافع في الدنيا ولم يُحرِّموا عليهم ولم يُحرِّم عليهم إلا ما هو ضارٌ لهم في دينهم أو دنياهم والله ذو فضلٍ على الناس في كلا الأمرين فكلا القولين صحيح ولكن أكثرهم لا يشكرون بل يُحرِّمون ما أنعم الله به عليهم ويُضيِّقون على أنفسهم فيجعلون بعضًا حلالًا وبعضًا حرامًا ويأخواني بعض الناس يتساهل في قول هذا حرام أو هذا حلال إن القول في التحليل كالقول بالتحريم بل إن القول في التحريم أشد لأن الأصل ما هو؟ التحليل والإباحة ولذلك ينبغي للإنسان أن يربع بنفسه يا أخواني وأن لا يتكلم إلا عن علم وأن يحرص أن يعود إنسانه وأن لا يتسرَّع بعض الناس يا أخواني كأن قضية الحلال والحرام يستطيع أن يتكلم بها كل أحد اجلس في مجلس واجعلك الناس تذكر مسألة فقهية أو قولًا أو رأيًا تجد الناس يتكلمون الصناع والمهندسين وغيرهم وكأن الدين مباح لكل أحد بل إننا للأسف الشديد الآن نرى كتاب أعمدة صحف ليس لهم من العلم شيء إن بروا في اختيار أقوال أهل العلم والموازنة بينهم ونقد هذا وضرب قول هذا بهذا وهم ليس لهم من العلم شيء ثم قال الله سبحانه وتعالى وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآن يُخْبِرُّ تعالى نبيَّه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع خلقه في كل ساعةٍ وأوانٍ ولحظةٍ سبحانه وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِلْ تُفِيضُونَ فِيهِ الضَّمير في قوله فيه عائدٌ على العمل أي تأخذون في هذا العمل ولا تعملون من عملٍ إلا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِلْ تَأْخُذُونَ في هذا العمل وقيل إنه عائدٌ إلى القرآن إذ تُشيعون في القرآن الكذب إذ تُفِيضُونَ فيه أي تكذبون في القرآن وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّك يَعْزُبُ معناه يَغِيب حتى يَغْفَى ولذلك قيل للعازب أو للغائب عن أهله عازب حتى قالوه لمن لا زوجة له ليس سمي الأعزب أعزب؟ ها؟ مأخوذوا من هذا من الغياب أنه لا زوجة له الأعزب الأصل أن تُقال لمن غاب عن أهله لكنه تُوسِّع في استعمالها حتى قيلت لمن لا زوجة له أصلا فمعنى يَعْزِبُ معناه يَغِيب حتى يَغْفَى وَمَا تَتْلُوْ مِنْهُ مِنْ قُرْآنَ تَتْلُوْ مِنْهُ الضَّمِير يَعُودْ إِلَى شَأْنِ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوْ مِنْهُ أي فيه وبسببه من قرآن ويحتمل أن يعود إلى جميع القرآن ثم قال سبحانه وتعالى وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ في الأرض ولا في السماء الذرُّ هو صغارُ النمل جعلها الله مثالًا إذ لا يُعْرَفُ في الحيوان المُتَغَذِّي المُتَنَاسِل المشهور النوع والموضع أصغر منه الذر هو صغارُ النمل جعله الله عز وجل مثالًا إذ لا يُعْرَف في الحيوان المُتَغَذِّي المُتَنَاسِل المشهور النوع والموضع أصغر منه لا يَعْزُمْ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر قدَّم الأصغر على الأكبر والمقصودُ به كلُّه سواءً الكبير أو الصغير التنبيهُ بالأقل وأن الحُكمة والقصدَة إذا نُبِّهَ ووقع على الأقل فأحرى أن يقع على الأعظم إلا في كتابٍ مُبين كما قال الله عز وجل وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُّ مُنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وكما قال في آيةً أخرى وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا طيب الله تبارك وتعالى قال وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ الخطاب لمن للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب الآن إيش مُفرَدُ لَجَمْع ها مُفرَد طيب ثم قال بعدها وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل فلماذا جمع في تعملون مع أن الخطاب مُفرَد وموجَّه للنبي صلى الله عليه وسلم الجواب ليدل على أن الأمة داخلة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما خُوطِب به جُمِعَ هنا مع أن الخطاب مُفرَد ليدل على أن الأمة مُخاطبة فيما خُطِب به النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما دل الدليل على خصوصه وللأ الأصل أن كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطابٌ للأمة وقيل جُمِعَ تعظيمًا للنبي صلى الله عليه وسلم طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ مَنْ هُمْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ مَنْ هُمْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ هَا يَجْمَعَةَ هَا أحسنت ماذا يسمى هذا عند العلماء تفسير القرآن بالقرآن لو قلت لك ما تفسير أولياء الله تقول ماذا الذين آمنوا وكانوا يتقون فهذا من تفسير القرآن بالقرآن المتصل لأن تفسير القرآن بالقرآن يا أخواني ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل متصل أي أنه يأتي في نفس السياق مثل تفسير الصمد ما هو تفسير الصمد الذي لم يلد ولم يولد هذا تفسير متصل ما هو الطارق النجم الثاقر من هم أولياء الله هنا الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل من كان تقيا كان لله وليا كل من كان تقيا كان لله وليا وهناك تفسير القرآن بالقرآن منفصل بمعنى أن يكون في موضع مثل السبع المثاني السبع المثاني ما هي أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم المنعم عليهم المذكورون في سورة النساء المذكورون في سورة النساء وقس على ذلك لا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة ولا هم يحزنون على ما وراءهم في الدنيا قال ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله أي يذكرون بالله أولياء الله هم الذين يذكرون بالله تبارك وتعالى وقد روى بن جرير لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا الحديث صححه الألباني طيب لهم البشرى في الحياة الدنيا ما هي البشرى؟ فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم القول الأول ما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم قيل يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه ويثنون عليه يبني مسجد لله عز وجل مخلص لكن عرف الناس أنه فلان الذي فبدأ الناس يتحدثون ما شاء الله تبارك الله فلان الله يزيده فيسمعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن قال لهم البشرى في الحياة الدنيا يعني ثناء الناس عليك إذا فعلت خيرا من غير قصد يعني أنت لا تتقصد الثناء لأنك إذا تقصدت الثناء فقد وقعت في الرياء ومن العلم من قال إن البشرى هي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له هو بنفسه يراها أو يرى إنسان فيك رؤية صالحة تبشر بخير فهي بشرى لك في الدنيا ومن العلماء قول الثالث قال المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة كما قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون فهي بشارة الملائكة للعبد عند احتضاره وهو ما زال في الدنيا أي الأقوال من هذه الأقوال صحيح؟ كلها صحيحة والحمد لله لهم البشرى في الحياة الدنيا طيب ما البشرى في الحياة الآخرة؟ الآن يقول الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا قلنا أن البشرى في الحياة الدنيا تشمل ثلاثة أشياء طيب ما هي البشرى في الآخرة؟ قال الله عز وجل لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وقال في موضع آخر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم؟ بشرىكم اليوم ما هو؟ جنات تجري من تحتها الأنهار إذن أولياء الله هم المتقون من كان لله تقياً كان لله ولياً ومن كان تقياً وولياً فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله أي هذا الوعد ليس وعد من لا يملك تحقيقه بل وعد مالك الملك سبحانه وتعالى هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغرر ولا يغير بل هو مقرر كائن لا محالة لماذا؟ لأن الذي أخبر به من؟ الله تبارك وتعالى الذي أخبر بهذا الوعد هو الله اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين ثم يعود الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يسليه ويعزيه فيقول ولا يحزنك قولهم يا محمد لا يحزنك يا محمد قول هؤلاء المشركين واستعن بالله عليه وتوكل عليه فإن العزة لله جميعا هو السميع العليم فالعزة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وهو السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم ثم أخبر سبحانه وتعالى أن له ملك السماوات فقال ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا الظنة وإن هم إلا يخرصون أي هؤلاء المشركين أو هؤلاء المشركون يعبدون الأصنام وهي لا تملك شيئا لا ضرًّا ولا نفعا ولا دليلهم على عبادتها إنما يتبعون بذلك ظنونهم وتخرصهم وكذبهم وافتراءهم على الله تبارك وتعالى ثم قال سبحانه هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله تبارك وتعالى لما بيَّن عظمته في الآية المنتقدمة عقَّب في التنبيه على بعض أفعاله سبحانه وتعالى فقال هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه فالليل هو محل السكن وقد أثبت ذلك الطب أيها الأخوة إذ أن النوم في الليل يعادل النوم في النهار بل يقولون إن النوم في أول الليل ماذا؟ فائدته الضعف من النوم في آخر الليل والنوم في آخر الليل على الضعف من نوم النهار فائدته فمثلا من نام ساعتين في أول الليل أفضل من أن ينام أربع في آخر الليل ومن نام أربع في آخر الليل خير من أن ينوام ثمان في النهار لأن الله تعالى قال هو الذي جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه والنهار هو محل المعاش أي مضيئا لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون الحجج والأدلة فيعتبرون بها ويستدلون على عظمة خالقها بهذا نكون قد انتهينا من هذا المجلس نقف عند قول الله عز وجل قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغني صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر